سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل مبارح السيناتر روبرت مراندز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي وده كان بحضور وزير الخارجية سامح شكري والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة وأكد سيد الرئيس أن مصر حريصة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وخلال اللقاء تم التباحث في عدد من الملفات الإقليمية وكمان مستجدات قضية سد النهضة وأكد سيد الرئيس على أهمية التزام الأطراف بالتوصل للتفاق قانوني منصف وملزم بشأن سد النهضة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيناتر روبرت مراندز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة والسيد جوناثن كاون سفير الولايات المتحدة بالقاهرة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالسيد ميناندز في زيارته للقاهرة مشيرا سيادته إلى الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونغرس في إطار التنصيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا ومؤكدا على متانة العلاقات الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات لسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة وعلى رأسها خطر الإرهاب الآخذ في التنامي من جانبه أكد سيد مناندز الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر مثمنا المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين ومشيرا إلى أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي فضلا عن كونها شريكا محوريا للولايات المتحدة في المنطقة معربا عن التقدير البالغ لدور مصر الناجح تحت قيادة السيد الرئيس في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة من حرية الاعتقاد والتسامح وثقافة قبول الآخر بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تتم داخل مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لصالح المواطنين وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات حيث تم التوافق حول أهمية الإسراع في التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات بما يحافظ على وحدة الدول ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها مع التأكيد على الدور المصري الحيوي في هذا الصدد وفي هذا الإطار جدد السيد ميناندز تثمين الإدارة الأمريكية للجهود المصرية تجاه التهدئة في قطاع غزة واحتواء التصعيد الأخير حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصياق دعم مصر لمختلف الجهود الرامية لتنشيط عملية السلام واستئناف المفاوضات وموقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية بما يفتح آفاقاً للتعايش السلمي بين جميع شعوب المنطقة كما تم التبحث أيضاً حول مستجدات قضية سد النهضة في ضوء التنصيق القائم والمستمر بين البلدين في هذا الشأن حيث أكد السيد الرئيس على أهمية الالتزام بتطبيق ما ورد في البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن من امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق قانوني منصف وملزم خلال فترة واجيزة يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف